الى اعلى مستوياتها في ثلاثة اسابيع اسعار النفط بارتفاع مستمر بعد قرار اوبيك و اوبيك بلاس خفض الانتاج مليوني برميل من الانتاج الكلي العراق حصته من الخفض مئتان وعشرون الف برميل يوميا اما وفق الانتاج الفعلي للبلاد فان التخفيض سيكون مئة وثلاثين الف برميل يوميا وستتم عملية معالجة الامر بالاستهلاك المحلي دون تأثري الصادرات راح يكون حصة العراق من هذه وفق الاساس اللي هو اربعة خمسمية واحد وستين انتاج العراق ميتين وعشرين لكن وفق الانتاج الفعلي للعراق راح يكون ما يقارب حصة العراق المئة وثلاثين الف برميل المئة وثلاثين الف برميل يعني خطة وزارة النفط انه تعالجها ليستهلك محليا لان الاتفاق لا يتعلق بالصادرات الاتفاق يتعلق بالانتاج فخطتنا انه انقلل استهلاكنا محليا بحيث صادراتنا لا تتأثر الاتفاق راح يراجع لجنة اجتمع كل شهرين وفي كل اجتماع لكل حدث حديث خبراء النفط والطاقة اكدوا ان القرار الاخير يصب بمصلحة العراق بعد تقسيم الخفض على الدول المنتجتي ما سيؤدي بالنتيجة الى ارتفاع الطلب والسعر بشكل متوازي ويوازن السعر العالمي وهو الخفض الاكبر منذ جائحة كورونا وسيدخل حيث التنفيذ ابتداء من تشرين الثاني المقبل هذا ينعكس ايجابا طبعا على دول المنتجة للنفط وخصوصا الدول الرعية ذات الاقتصاد الاحادي مثل العراق فمنذ اعلان منظمة اوبك بالامس وصل الى 94 دولار وهو سيصل تقريبا بحدود 100 دولار رغم خفض حصة العراق التصديرية من النفط الا ان ارتفاع الاسعار هو من سيعوض خفض الحصة التصديرية وبانتظار الاجتماع المقبلي لأوبك والذي سيتم من خلاله تحديد الكميات المصدرة على اساس سعر البرميل من شركة تسويق النفط ببغداد زيد الطائي قناة العراقية الاخبارية